السلام عليكم طلاب وطالبات الصف العاشر عسى أن تكونوا جميعا بألف صحة وخير عزاء اليوم رح نستكمل الجزء الثاني من درس البعد بين نقطة ومستقيم في بداية الدرس خلينا بس نتذكر أهم النقاط اللي حكينا فيها فيما سبق في الدرس الماضي أو في الجزء الأول حكينا عن أهم الأشياء اللي لازم تكون متواجدة عندك لحتى تعرف تحسب البعد بين نقطة ومستقيم شو هاي المعلومات؟ المعلومة الأولى إحداثيات نقطة اللي إحنا بدنا إياها إحنا حكينا إحنا بدنا نقطة ومستقيم نوجد البعد بينهم فأول إيشي لازم يكون عندك إحداثيات النقطة ولازم يكون عندك معادلة الخط المستقيم ولكن الشرط شو تكون بالصورة العامة إذا كانت عندك إحداثيات النقطة ومعادلة الخط المستقيم تستطيع استخدام القانون التالي اللي هو القيمة المطلقة لألف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جيم على الجذر التربيعي لمعامل سين تربيع زائد معامل صاد تربيع خلينا نشوف مثال الآن ولكن المثال اللي رح نستخدمه هاي المرة رح يكون مثال غير مباشر كيف يعني خلينا نشوف المثال بحكي جد البعد بين النقطة حلو إذن أول معلومة عندي هاللي هي سين واحد صاد واحد الإحداثيات موجودة نكمل والمستقيم المار بالنقطة سالب واحد ثلاث وميلو أربعة إذن ما أعطاني معادلة خط مستقيم بالتالي أول هدف رح يكون إلي أني أوجد معادلة الخط المستقيم تعلمنا فيما سبق كيفية إيجاد معادلة خط مستقيم من خلال القانون تباح أو من خلال نقطة وميل اللي هي تطبيق مباشر صاد ناقص صاد واحد تساوي الميل في سين ناقص صين واحد طيب النقطة رح تكون هاي سين واحد صاد واحد والميل أربعة إذن رح تكون صاد ناقص صاد واحد اللي هي تلات تساوي الميل أربعة في سين ناقص السالب واحد تصبح صاد ناقص ثلات تساوي أربعة سين رح نوزع زائد أربعة هلا كل ياتهم بنا نخليهم على طرف واحد فرح تصير رح نقل كل الأطراف على هاي الجهة حتى تصير بالصورة العامة رح تصير أربعة سين ناقص صاد طبعا هاي زائد ثلات رح تصير هون زائد ثلات فرح مباشرة تصير زائد سبعة تساوي صفر هلا صار عندي معادلة الخط المستقيم مباشرة بطبق القانون ألف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جيم هاي القيمة المطلقة على جذر معامل سين تربيع زائد معامل صاد تربيع حكينا حتى ما تتغلب ألف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جيم هي نفسها معادلة الخط المستقيم ولكن بدل السين بحط إحداثيات الإحداث السيني للنقطة وبدل صاد بحط الإحداث الصادي للنقطة فرح يكون أربعة ضرب خمسة ناقص صاد هون عندي سالب واحد زائد سبعة على شو عندي معامل سين هون هاي معامل سين أربعة شو معامل صاد عندي سالب واحد إذن رح يكون جذر الأربعة تربيع ستاش زائد سالب واحد تربيع واحد نستكمل أربعة في خمسة عشرين زائد واحد زائد سبعة على جذر السبعتاش عشرين وواحد واحد وعشرين وسبعة تمانية وعشرين على جذر السبعتاش هلأ القيمة المطلقة بتخلص منها في نهاية الحل إذا كان عندي سالب المداخل القيمة المطلقة سالب بيطلع أو موجب بيطلع بدون إشارة فتمانية وعشرين على جذر السبعتاش سؤال خمسة صفحة تمانية وخمسين واجب أرجو إرساله إلي على رقم الواتساب سؤال خمسة صفحة تمانية وخمسين طيب نشوف كمان سؤال برضو تطبيقي على نفس الفكرة اللي أنا حكيتها إنه ما رح يكون عنا معادلة ولكن إحنا بدنا نوجد معادلة الخط المستقيم طبعا هاي المرة رح تكون فكرة تانية إنه ما رح أعطيك نقطة مميل رح أعطيك نقطتين طيب خلينا نقرأ السؤال اللي هو سؤال ستة صفحة تمانية وخمسين جد بعد النقطة خمسة واحد عن المستقيم المار بالنقطتين اثنين صفر واربع سالب ستة أنا عندي إحداثيات النقطة اللي هي سين واحد صد واحد عندي إياها ولكن معادلة الخط المستقيم مش موجودة أن لإيجاد معادلة الخط المستقيم لازم يكون عندي نقطة وميل أنا ما عندي ميل احنا تعلمنا فيما سبق أنه الميل هو فرق الصادات على فرق السينات هاي رح تكون سين واحد صد واحد هاي سين اثنين صد اثنين يعني سالب ستة ناقص صفر على أربعة ناقص اثنين سالب ستة على اثنين إذن تساوي سالب ثلاث هاي ميل المستقيم خلص صار عندي نقطة وميل بختار إحدى النقطتين والميل عندي بطبق على القانون مباشرة رح تصير صاد ناقص رح أخذ النقطة هاي عندي صفر تساوي ميم الميل عندي هون رح أعوضه بسالب ثلاث سين ناقص سين واحد عندي تنين طبعا لو اخترت النقطة الثانية رح يطلع نفس المعادلة صاد تساوي بوزع السالب ثلاث سالب ثلاث سين زائد ستة طبعا طبعا احنا بدنا اياها بالصورة العامة هيك احنا معادلة خط المستقيم جاهزة ولكن لأنه بدنا البعد بين نقطة ومستقيم فبدنا اياها بالصورة العامة بنقل الصاد على الجهة الثانية أو بنقل هذول الأطراف على الجهة الأخرى نفس الناتج فرح أنقل أنا بس الطرف صاد على الجهة الأخرى رح تصير سالب ثلاث سين ناقص صاد زائد ستة تساوي صفر الآن ببلش بالقانون بشكل مباشر ألف سين واحد زائد با صاد واحد زائد جيم على معامل سين تربيع زائد معامل صاد تربيع تحت الجذر وباخذ القيمة المطلقة لهم وحكينا لحتى ما تتغلب هاي عبارة عن معادلة الخط المستقيم ولكن بتعويض النقطة إحداثيات النقطة فيها يعني بحكي سالب ثلاث ولكن بدل سين بحط خمسة ناقص صاد عندي واحد زائد ستة على هلأ بدنا معامل سين تربيع هاي معامل سين وهي معامل صاد إذن سالب ثلاث تربيع تسعة زائد سالب واحد تربيع واحد نستكمل الحل سالب ثلاث في خمسة سالب خمستاش ناقص واحد زائد ستة على جذر تسعة زائد واحد عشر سالب خمستاش وسالب واحد سالب ستة زائد ستة رح تصير سالب عشرة على جذر العشرة طبعا الناتج تباحها رح يكون رح نشيل إشارة السالب عشرة على جذر العشرة فينا نعمل انطاق مقام بإنه هاي رح تصير جذر العشرة ضرب جذر العشرة على جذر العشرة إذن الناتج النهائي رح يكون جذر العشرة يعطيكم ألف عالف في صف عشر باستنى منكم الواجب اللي طلبتوا منكم منذ قليل يعطيكم العافية